صعودا إلى سلم العلاقات الدبلوماسية يسافر وزير الخارجية الأمريكي برفقة زوجته في رحلة هي الأطول له بعد خوض الرئيس دونالد ترامب سباق الانتخابات الأمريكية الزيارة التي يجريها بومبيو لسبع دول جلها هنأت الديمقراطي بفوزه في دلالة قد تؤشر لمحاولة التقاط أنفاس في الرمق الأخير من ولاية ترامب المنتهية وهنا تفسير يذهب تجاه حالة طوفان ينهي بها بومبيو ما صنعته إدارة ترامب بتشديد العقوبات على طهران يبدأ الرئيس جولته إلى باريس رغم الحرج الذي يبدي تطلع ماكرون للقاء بايدن إلا أن بومبيو أكد معه خطوطا سياسية مشتركة نحو تركيا مثلا مع اتفاق مؤحد على احترام حرية التعبير والمبادئ الإنسانية وصولا إلى إسطنبول لم يعرف إن كانت رسالة مقصودة وجهة بومبيو نحو كنيسة ومسجد وحوار ديني بعيدا عن العاصمة الرسمية ولقاء مسؤول القيادة التركية أو أنها هفوة دبلوماسية يعزز الرجل الجمهوري سياسة ترامب فيما يتعلق بالتعاون الأمني والملفات الإقليمية سيما ميله إلى أرمينيا ورفض ما تقوم به أذربيجان بفتح الباب أمام تركيا لدعمها وتحقيق مآرب سياسية واقتصادية أما الرياضة فهي الدولة التي يختتم بها بومبيو زيارته المكوكية وقبلها يذهب إلى قطر والإمارات وهو ما يفسر قراءة خبراء المعادلة السياسية الأيام المقبلة المرتبطة بنقل سلس للسلطة في أمريكا وهي التي تحدد سياسة أمريكا مع دول العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر